بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا مع شابتر واحد Introduction to Hydraulic Machines والجزء الأخير في هذا الشابتر هنتكلم فيه على Specific Speed Based on Power for Turbines أولا علشان نعرف Specific Speed عايزين نعرف تعريف Specific Speed of a Turbine Specific Speed يمكن تعريفه على أنها هي السرعة المطلوبة لتشغيل التربينة بحيث أنها تنتج 1 كيلو وات Power under 1 متر يبقى Is the speed at which Turbine will run when developing unit power in kilowatt under unit head in meter طبعا التربين Specific Speed بتستخدم في اختيار النوع المناسب للهيد المتاح والباور المطلوبة كذلك تستخدم في عمل Geometrically Geometric Similarity Between Turbines ولذلك بنجد أن Specific Speed Will have the same value for Geometrically Similar Turbines يبقى Specific Speed من التعريف ده نقدر نكتب لها القانون والقانون الخاص بحساب Specific Speed له سغتين رئيسيتين الصيغة الأولى Dimensionless Specific Speed بنرمز لها بالرمز NSS وبيتضح منها التعريف أيضا هي الSpeed اللازمة لإنتاج واحد كيلو أو اللي يدار بها التربينة لإنتاج واحد كيلو وات باور Underhead واحد ميتر والقانون بيقول N في جزر باور على روء السنص في G في H5 على 4 عشان تكون الناتج بتاعها Dimensionless لازم لإن تكون وحدتها P1 per second الباور تكون in what ثم الرو اللي هي الدينستي بتكون in kg per meter كيوب WG عجلة الجاذبية meter per second square والH in meter طبعا لو نظرنا لهذا القانون الروء دائما قيمة سبتة لإننا بنتكلم على المية WG عجلة الجاذبية أيضا تعتبر قيمة سبتة ولذلك يمكن حسفهم من هذا القانون وكتابة القانون بشكل آخر وهو Dimensional Specific Speed وهو المستخدم في تصنيف أو في اختيار التربينة المناسبة وبينطبق عليه التعريف اللي احنا قلناه ان Specific Speed هي الSpeed اللي بندير بيها البنبا أو بنشغل بيها يا اسف التربينة هي الSpeed اللي بنشغل بيها التربينة لإنتاج 1 كيلو وات power under 1 meter head وفي هذه الحالة بتكون ال N وحدتها بالRPM و power in كيلو وات و الhead بي المتر لو احنا حسبنا Specific Speed تعالوا نبص للجدول ده هيسهل علينا او هيفهمنا كيفية استخدام Specific Speed في عمل selection للتربين Specific Speed اذا كانت low turbine يعني بتتراوح من 0 الى 60 فالنوع فالنوع الأنسب في هذه الحالة هو Impulse Terbine او built wheel وفي هذه الحالة type of energy كينتك energy زي ما اتفقنا والهد بيكون more than 250 متر يتراوح من 250 الى 1000 متر والفلو بيكون low discharge الفلو discharge بيكون low flow rate واتجاه الفلو طبعا tangential to the runner لو كانت اقل من 35 بيستخدم single jet ولو كانت من 35 ل60 بتكون multiple jet مع هذه التربينة اما Specific Speed اذا كانت تتراوح قيمتها بين 60 الى 300 في هذه الحالة النوع الانسب بيكون الفرنسي ستربين وهو من انواع الرياكشن وطبعا الانرجي بتعتمد على kinetic و pressure energy جزء kinetic energy جزء pressure energy الهيد بيكون medium ويتراوح من 60 ل150 متر والflow rate بيكون medium ايضا وفيها الflow بيكون دخول بتاعه radial والخروج axial ولذلك تسمى mixed flow turbine النوع اذا كانت الSpecific Speed اعلى من 300 في هذه الحالة النوع الملائم بيكون كابلان تربين وده ايضا من النوع الرياكشن وطبعا بيعتمد على kinetic والpressure energy together مع بعض لكن الهيد بيكون low هيد بيكون اقل من 30 متر والفلور والفلوريت بيكون عالي جدا وهذا النوع بيبقى اكسيا الفلو لان الفلو بيدخل في اتجاه الاحس وبيخرج في اتجاه الاحس وهذا النوع اكثر استخداما في الانهار لان بيكون الفلوريت عالي جدا وبيكون الهيد منخفض